إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من أما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصدع لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين سيدنا المحمد صلى الله عليه وسلم أولا التيسير تجعل الأشياء بسهولة ليس مهتمة ليس لكي أشخاص ليس لكي أشخاص ليس لكي أشخاص ليس لكي أشخاص ليس لكي أحد ورسول الله صلى الله عليه وعلى سلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا تجعل الأشياء جميلة للناس وليس تجعل الأشياء كما رسول الله صلى الله عليه وسلم قمانده أولا حديث إنصح البخاري وهو الحديث الأشياء الذي يمكن أن تظهر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر أبي هريرة رضي الله عنه ما الله ببليس لده يسروا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا الدين يسروا سهروا 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 لا تتبريد لأنه لماذا سهروا سهروا هذا لكن أولا تبدأ تتبريد مع السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سهروا كل شيء سيكون في مكان سهروا سهروا قال إن هذا الدين يسر هذا الدين يسر وليشاد الدين أحد إلا غلبه يعني الدين سرعه يعني يصبح دين باطل والعياذ بالله فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة يعني شيء في الصباح ونسر نذكر ما معنا الغدوة والروحة وشيء من الدلجة وشيء من الدلجة وشيء من الدلجة أولا أبو هريرة رضي الله عنه قال إن صحي البخاري بك أفل الإيمان بقية هذه الدلجة مهتمة ناريت أبو هريرة رضي الله عنه ذات الروحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن دائما هذه الدلجة مهتمة ونحد سيكون أبو هريرة رضي الله عنه سيكون إلى الأقرار إلا أن سيكون مهتمة ذا الهدف سيكون ما ببنى �ددوة كتابة لا أفراء 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 تقريباً لكي تفعل الأفضل عندما تفعل الأفضل إن شاء الله رب العالمين تقريباً لكي تقريباً مع الله سبحانه وتعالى كما أنك تفضل أنك ستقريباً وأنك ستقريباً بإمكانك تقريباً في الصباح عندما تكون تقريباً يقول إمام بن حجب رحمة الله عليه وستعينوا بالغدوة أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة يقول وإن وإن يقول لن نغطق لأنه تقريباً يقول لنكتبعاً في الأوقات ومن المتحول لأحبه الله سبحانه وتعالى والغدوة ما بين صلاة الفجر إلى طلع الشمس الغدوة هو الأوقات بين الأذان صلاة الفجر إلى الشمس إلى الصون هذا هو الأوقات لأحبه الله سبحانه وتعالى والروحة بعد الزوال والروحة بعد صلاة الظر والدلجة الآخر الليل في المترجمات المترجمات ويقول سوف أقوم بكثير من المسلم الحميث الحديث الذي جميعكم تعرفونه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وهذا هو قصة الحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أي شخص الذي يفعله سهلاً للمساعدة للمساعدة الذي يحصل على المساعدة الله سبحانه وتعالى will make it easy for him in this life and the next يا أخوة التيسير الأصل في التيسير المعامل الحسنة when we say make it easy to the people that is the nice good treatment of the people not always give them some money give them some food, this is part of it but most important when the people around you they have to be comfortable around you and nice about you feeling nice about you now these following chapters from صحيح البخاري كتاب الأدب باب الرفقي في الأمر كله صحيح البخاري chapter of manners gentleness being gentle in everything being gentle in everything the muslim who follows she or he has to make the best effort to be as gentle as سيدنا محمد وعلى آله وسلم and look at this حديث which is also in صحيح مسلم and basically in every book of حديث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة may Allah be pleased with her the wife of the prophet صلى الله عليه وسلم سيد دخل رحط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم a group of Jews came to visit رسول الله صلى الله عليه وسلم in his house inside the house of Sayyidna Muhammad صلى الله عليه وسلم فقالوا الساموا عليك الساموا عليك Death to you وat مسلم the muslims they say السلاموا عليك Peace to you so they twisted their words Thinking that رسول الله صلى الله عليه وسلم is not going to figure it out Thinking that those who are around رسول الله صلى الله عليه وسلم are not going to figure it out لذلك لا يمكن أن أقول السلام عليكم سترى ما قالت عائشة ففهمتها عائشة رضي الله عنها قالت قبل أن أسمعها أفهم ما كانوا يقول فقلت عليكم السام واللعنة وأخبرت عليكم السلام عليكم وقبل أن أخبروكم أيضا قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عائشة رضي الله عنها قالت عندما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت سهب الهواء سهب الهواء عائشة إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الْرِفْقَةَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ الله is gentle, one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala, رَفِيقٌ الله is gentle and he loves gentleness in everything in the house of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, insulting Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam say here, take it easy, remember that Allah is رفيق, we told you when we studied if you want the gentleness from Allah subhanahu wa ta'ala Allah to be gentle to you, kind, nice, you have to be kind and nice and gentle to those who are around you, even if they are insulting you, this is the religion of Allah subhanahu wa ta'ala because we told you so many times, it is so easy to be nice to those who are nice to you and this means nothing, it means nothing whatsoever, the real issue is to be nice to those who are really nasty to you وَيُعْطِي عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُرْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سُوَهَ and Allah subhanahu wa ta'ala reward that gentleness, the kindness more than he reward harshness and more than he rewards anything else so فقلت يا رسول الله عيش رضي الله عنها said oh الله is messenger أولم تسمع ما قالوا did you not have you not had you not heard what they have said قال رسول الله قد قلت وعليكم yes I heard it that's why I reply and unto you the same we are all going to die yes I heard it and I heard well it was not السلام عليكم it was death to you السلام عليكم this is رسول الله صلى الله عليه وسلم this is gentleness and ya أخوة a point before I sit down gentleness has to start most most with those who are nearest to us especially the spouse الزوج والزوجة especially the kids the children of all ages especially the parents and the parents they come first before anyone else before we think about the stranger I'll tell you one of the reasons the reasons one of the reasons it's a big reason that when we come to this country we are so impressed with the people around us who are non-muslims especially those who founded this country supposedly that they are nice they are so gentle excuse me sorry how are you so nice thinking that they invented this and we forgot that we supposed to be what the source and we are the origin of gentleness but the more we distant ourselves from Rasulullah the more we will be impressed by any manner that comes from the west especially west America other than that nobody cares I'm still reading from Sahih al-Bukhari and this hadith is in Sahih al-Bukhari Sahih al-Muslim and I'm reading the text still under the title Allah loves gentleness in everything said while we were sitting with Rasulullah in in al-masjid and the companions of Rasulullah said to him what are you doing what are you doing scolding him قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لا تزرموه أي لا تقطعوه he said Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said what do not interrupt him wow just imagine this happening in this masjid do not interrupt him فتركه فتركه حتى and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam left him until he finished urinating then Rasulullah called him and he said the full to him إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول yeah these masjid are not the place for urinating yeah he's new yeah so Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taught him first now next time it will be different yeah ولا القذر nor for any dirt any filth they have to stay clean إنما هي لذكر الله عز وجل pay attention what is the major purpose of the masjid إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن they are intended for the remembrance of Allah for the salah and for the recitation of القرآن yeah ثم فعمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه في الرواية الأخرى فصده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم commanded a bucket of water to be brought and رسول الله صلى الله عليه وسلم poured that bucket over it and in the narration of of أبو غريرة the حديث ended فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رسول الله صلى الله عليه وسلم addressed الصحابة الكرام he said remember that you have been sent sent to the people to make it easy for the people not to make it difficult for the people and if you do not make it easy for your child and your wife your child and your husband then for whom keep this in mind next next hadith still in the book of minors كتاب العدم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وكان يحب التخفيف واليسر على الناس subtitle make it easy not difficult and رسول الله صلى الله عليه وسلم use to love to make it light and easy for the people عن أبي موسى الأشعري قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معاذ بن جبل أي إلى اليمن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ست ون رسول الله صلى الله عليه وسلم ست معاذ and آي تو اليمن قال لهما he ست لهم ادعو الناس invite the people to الله invite the people to الإسلام make it easy do not make it difficult and give the good news to the people and be aware of rebelling them and agree with one another obey one another and do not want to disagree with one another disagree with one another 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 still reading i'm going to pass one on 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 رضي الله عنها? انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قد الا اخذ ايسرهما. ليش يا اخي الكريم تذهب الى الصعب وعندك السهل الذي امر به الشرق. ما في داعي يا رضي الله عنها قال رسول الله صلو الله عليه وعالى عليه وسلم لم يجعل اتطالت بين CO2 اشخاص اكتبت ان يختار تباهم شيئًا لا يحتاج إلى الشهر من أي عندما يقوم بفجية أنا لتعاطي أبداك لرınastoppable لصعب فضلك لذية أصبحًا عالمania اوضبط melee حول الديو اور الحلق والله الكريم رفيق الله سبحانه وتعالى is gentle. now صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة باب ما يجوز من العمل في الصلاة صحيح البخاري the book of the actions that you are allowed to do while you are in salat which are not part of الصلاة. what is allowed to do while you are in the salat and you have the subtitle you can use your your hand while you are in the salat if this is part of keeping the salat and he is praying he can use his hand to adjust his body as he wishes. وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقُ قُلُّ نُسْوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفْعَهَا and abu ishaq he put his hand on and he took it off when he was in salat. now till you want three movements and your salat is done with. وَوَضَعَ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُسْلِهِ الْأَيْسَرِ وَعَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِلَيْسَرِهِ his right hand on his what on his wrist like this إِلَّا أَيَّ حُكَ جُلْدًا اَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا and he will keep them there unless he scratches his himself or adjust what his clothings. now next title باب إذا انفلتت الدابة في الصنة if your ride your animal escapes runs away while you are in salat look at this hadith الازرق ابن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية we were in الاهواز when we were fighting الخوارج فبينما أنا على شاطئ نهر قض نضب عنه الماء and while we were stationed next to a river where it is water has come very down down low إذا رجلا يصلي I saw a man yeah brain وإذا لجام دابته بيده and he was holding the ring of his right his animal with his hand فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها and the yeah the right the animal start what? pulling away from it and he used to what? to walk with it back and forth left and right yeah 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 وجعل يصلي فجعلت الدابة تنقص وجعل يتأخر معها فصلى وخلى فرسه so after a while he let go of his horse yeah and he continued with hebraic فانطلقت الفرس and the horse run away فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته so so he went after his horse he broke he brought it back and he resumed الصلاة did not break الصلاة yeah قال شعبه وهذا الرجل هو أبو برزة الأسلمي فجعل رجل من الخوارج له رأي يقول اللهم اخذ هذا الشيخ اللهم افعل بهذا الشيخ and a man from خوارج said may Allah disgrace ya Allah disgrace this old man ya Allah do this and this to this man انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس look at this man he left his صلاة because of what of a horse yeah فلما انصرف الشيخ and when the old man أبو برزة الأسلمي finished قال إني سمعت قولكم I heard what you have said ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم nobody scalded me since I departed from رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة غزوات أو سبعة غزوات وثماني وشهدت من تيسيره and I attended رسول الله صلى الله عليه وسلم either six or seven or eight battles and I experienced it I experienced from him how easy he was صلى الله عليه وسلم and making things easy and it was better for me to go back and forth with my horse than what leave it to go back to where she came from and this will be difficult for me إن منزلي متراخن فلو صليت وتركته لم آتي أهلي إلى الليل and if and my house is very far if I continue doing my salah and lift the horse go wherever he goes or it goes I will not go back to my family until it is too it is dark quickly إن شاء الله رب العالمين I'll take just one minute يا أخوة in regard to المسجد I have these few requests first please please pay attention to the water and how much water do you use wasting is not acceptable second for the electricity please do not turn the lights more than necessary especially the sisters and please if you are the last one to leave turn the lights off please turn the lights off wallahi almost every day I go home and I check by the bathrooms and the bathrooms some of them they have lights on and they stay all day long so please secondly if you do not want to clean the masjid do not make it dirty keeping the masjid clean is your responsibility to Allah subhanahu wa ta'ala the ladies and in our room another one the kids of all ages are most welcome in this masjid but when you bring your child you have to teach him the manner of the masjid and when you are here someone has to observe your child especially if your child is very very minor you send him to the men's room and guess what where would you find them in the commode literally in the commode this is this is another thing for the sisters please if you are the last to leave make sure the outside door is locked totally locked the strangers when they come to a masjid some of them they know now that this door is open and they come there and things that are not so good and last but not least in the fourth grade finished memorizing the 27th juzo of Al-Quran Al-Karim juzo 27th may Allah bless you and bless your families and teachers and all of you and all of you and all of you and all of you and all of you